السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في دراسة النص المأخود من مرجع مرشدي في اللغة العربية نص الفداء حتى النصر وهو موجود في الصفحات 47-48-49 للسنة الثالثة إعدادي إذن هذا هو نص الفداء حتى النصر فهو يبتدئ من لم تطل فترة اللقاء والمجاملات إلى غاية قول الكاتب بما يملك وربما يستطيع وهو للكاتب المغربي مبارك ربيع إذن في دراستنا لهذا النص نبدأ بعتبة القراءة من خلال ملاحظة مؤشرات النص الخارجية سنبدأ بصاحب النص إذن قلنا هو مبارك ربيع وهو كاتب وأديب مغربي ولد سنة 1935 بمنطقة سيدي معاشو بعمالة سطات اشتغل بالتعليم لابتداء ابتداء من سنة 1952 حصل على الإجازة في الفلسفة وعلم النفس وعلمي لاجتماع سنة 1967 ثم على ديبلوم الدراسات العليا في علم النفس سنة 1975 كما أحرز على شهادة دكتورة دولة سنة 1988 ويشتغل حاليا قيدوما لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك سيدي عثمان بالبيضة إلى غير ذلك من ترجمة هذا الكاتب وله الكثير من الأعمال ها هي دي أمامكم إذن مجال النص إذن هذا النص نص الفداء حتى النصر فهو يندرج ضمن مجال القيم الوطنية والإنسانية أما مصدره من أين أخذ النص فالنص مقتطف من كتاب طريق الحرية كما قلنا للأديب المغربي مبارك ربيع نوعية هذا النص إذن النص هو عبارة عن نص سردي ذو بعد وطني دراسة العنوان إذن الفداء حتى النصر إذن ما نوع المركب هنا إذن هو مركب إسنادي لماذا؟ لأنه يتكون من مبتدأ لهو الفداء وخبره محدوف تقديره الفداء مستمر حتى النصر ويدل العنوان على التضحية وبدل النفس على سبيل الاستمرار وعدم التوقف إلا حينما يتحقق النصر بداية النص ونهايته إذن نلاحظ في بداية النص ونهايته مؤشرات دالة على نوعية النص مثل الشخصيات الرفاق الإخوان والمكان الأكواخ قرب الضيعة الفاض دالة على الحكي وقائع يومية أحداث إذن هذه المؤشرات فهي تدل على أن النص عبارة عن نص سردي الصورة المرافقة المرفقة بالنص إذن عندكم واحدة الصورة ما فهي تمثل مشهدا باللونين الأبيض والأسود يظهر فيه المغفور له جلالة الملك محمد الخامس رفقة بنيه الحسن الثاني وهما وسط حشد من الناس المستقبلين لهما عند عودتهما من المنفى إذن طلاقا من هذه المؤشرات السابقة وبناء عليها سنفترض أن موضوع النص ربما سيتحدث عن المقاومة المسلحة بالمغرب التي واكبت فترة نفي الملك محمد الخامس إذن هذه فرضية القراءة ننتقل للقراءة التوجيهية نبدأ بشرح الكلمات الصعبة إذن الفداء إذن معنى الفداء فهو التضحية والنضال ثم كلمة أخرى شاعت أي انتشرت زي بمعنى لباس السداجة بمعنى بساطة التفكير الغباء البلادة والنعدام التفكير التذمر الضجر اكتضت امتلأت وازدحمت سياج شباك الزنازن جمع زنزانة وهو المحبس الانفرادي وتناها أي وصل الفكرة المحورية للنص المقاومة المسلحة بالمغرب التي واكبت فترة نفي الملك محمد الخامس كما يرصد الكاتب دور المرأة المغربية التي اعتبرها شريكة الرجل في تلك المقاومة المقاومة ننتقل للقراءة التحليلية للنص إذن فيما يخص أحداث النص اجتماع الفدائيين في أحد الأكواخ قرب ضيعة لتدارس أحوال عائلاتهم في السجون والعمليات الفدائية التي يقوم بها المتطوعون في كل أرجاء المغرب يسلط الكاتب الضوء على مشاركة المرأة المغربية في تأجيج روح المقاومة في النفوس وذلك من خلال مظاهر عجيبة وغريبة قادتها امرأة بسيطة داخل سجن الدار البيضاء تتظهر المرأة المقاومة بالسداجة والغباء واستفزازها للحارسين وإثارة غضبهما وتمكنها من الدخول إلى السجن بدعوى زيارة أخيها تجاوب الزوار والسجناء مع المرأة بالهتاف وترديدهم عبارة عاش بن يوسف يحيى الملك مما أدى إلى نجاح خطة المرأة المناضلة شخصيات النص إذن هناك الرفاق هناك المرأة المناضلة وهناك الفدائيون العامل المساعد الاتحاد فيما بينهم والإجماع على حب الملك والتعلق بالوطن العامل المعرق المستعمر والسجن ثم هناك من الشخصيات الملك وأسرته إذن العامل المساعد له الشعب وتوحد إرادته مع إرادة الشعب العامل المعرق له المستعمر والنفي ثم من شخصية أيضا المستعمر إذن العامل المساعد له ليس هناك عامل مساعد لأن المستعمر يمثل شخصية مرفوضة وغير مرغوب فيها العامل المعرق له العمليات الفدائية المظاهرات توحد إرادة الملك والشعب الزمان والمكان إذن زمان النص إذن هناك زمان خاص وقت العشاء وقت الزيارة والزمان العام هو فترة للصعمار المكان كذلك هناك مكان خاص كوخ قرب الضيعة والسجن والمكان العام هو المغرب نمر لتركيب وتقويم هذا النص نص الفداء حتى النص إذن فيما يخص التركيب يؤرخ النص لفترة تاريخية بارزة في تاريخ المغرب وهي فترة نفي الملك محمد الخامس وكفاح الشعب من أجل الاستقلال هذا الكفاح الذي تجسد في العمليات الفدائية والمظاهرات التي قام بها المغاربة تعبيراً عن وطنيتهم وحبهم لملكهم واتحادهم ضد المستعمر من أجل الحصول على الحرية ونيل الاستقلال تقويم النص أو قيم النص فالنص يتضمن قيمة وطنية تتجل في إبراز مكانة الوطن لدى المغاربة من خلال تلك الوقائع والأحداث التي تعبر عن صبرهم وتضحيتهم بالغال والنفيس في سبيل هذا الوطن إذن نكتفي بهذا القدر شكراً لكم على حسني المتابعة ترجمة نانسي قنقر